تنفيذا لتوجهة الرئيس عبدالفتح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي عن بدء المحافظات غدا الأربعاء في تنفيذ الموجة التاسعة عشر لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بأهمية التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات وذلك بالتنسيق مع مديريات الرئية وكذلك حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية